موسيقى انا اقول لك زمان اهل مكة قول لهم كانوا يسكنوا مع الحجاج حايف يعني اغنياء ولا فقراء الحجاج يجوا يسكنوا عندنا عندنا عماير ويسكنوا معانا ونحن فوق ساكنين وننزلوا ونطلع معهم وكل سنة حجاج شيكل يجوا مرة يجونا من المغرب من الدزائر مرة منا يعني شرق آسيا كله سنة يختلفون وكانوا الناس يسوي صداقات كذا ونتصور ويرسلوا لنا الصور بعد شهور تيجي على العنوان ما نزعل الحاج كان ابو يضربني الله يرحموا لانه من ضمن الخدب احنا فالرضا الحاج مهم جدا الرضا حانا بيحصل مو بس انه الاشكالية من في الخدمات انه حانا الحجاج قد يشاكلوا مع بعض ويحد الزعل وحانا الحاج ينزعج من حتى الجو فحانا الدرجة الحرارة العالية نحن كاينو نحن لمصروا لنا فالعملية من ناحية الرضا يمكن من اصعب الاشياء الا الواحد يحاول ينصلها لانه رضا الله عز وجل هو الغاية هو المقصد ففي لها ترتيب انه او اذا الحاج ينصل لدرجة انه دعا الله وبرضا ايش هيسير الفضل من الله ينزل على الجميع وهذا اللي حاصل موسيقى في حاجتين اساسيتين استرت في الحج تطور المواصلات واشي اسمه تطور الاقتصاد زيارة العدلة هلا قبيش في التقنية كانت السيارات اول كانت جمال بعدين سارت السيارات شوية بعدين سارت مواخر والان الطيرات والحاجات اللي سارت العدد يتزايد ليسر وسهولة الوصول حاجة اهم قبل اسرة الصراحة مهمة جدا اللي هو كان يعني التأمين الامان من الحجاج يعني كانوا في احدهم داخل الجزيرة وصول المكان كانت تحصل لهم مشكاليات كبيرة والله الحمد الحمد انها في مرأة عصر والتوحيد وأهد البداية هذا العهد تأمنت الطرق وكل شي كان يعني ما في زيه في التاريخ قبل كده فذا زاد عدد الحجاج الحاجة الأخرى التقنيات جوه يعني السيارات ما كانت موجودة الصنصيرات ما كانت موجودة فابتده هذا يؤثر على الحاجة إلى شوارع أوسع إلى مواقف سيارات والصنصيرات وفرت إلى أحد يقدر يحتفع وذي كلها الاندخلات تقنية والزيادة العدد ابتجهت إلى يعني التأثير الكبير على النسيج العمراني وابتدأ الترتيب أنه الوسط يكون للحجاج وبعد كده يعني أهل مكة أو سبقان مكة به تقل الأطراف موسيقى تعتبر الحشود في الحج حالة فريدة فعلا لا يوجد لها مثيل في العالم ولا يوجد لها مثيل في أي فعالية في العالم لو قارنت فعالية الحج أو مناسك الحج مع أي فعالية أخرى ستلاقيها جزء من المنظومة الكبيرة للحج لنأخذ مثلا الألعاب الرياضية معظم اللي نروح للألعاب الرياضية قادرين جسديا ممكن يكون لهم مستوى تعليمي معين قادرين ماليا إنهم ينفقوا وحالة أن تكون في أماكن أو دوعة في مدن مختلفة النحاة الأخرى لخلي الحج مختلف شيء مهم جدا أعتقد ما في مكان في العالم يعني مراحل يروح مثلا يقولوا طب ديزني بيجيها كذا مليون طب اسبانيا منعرف يجيها كذا لا هناك وفي نيويورك ولا غيرها حاجة راح لي شيء معين وأغلبوا أنه اللي جايين كلهم تقريبا مستوى واحد وبيجي سماكن معين وعلى انتشار حتى مدن السنة هنا لا هنا جايين لحاجة جوانية يبغوا يصلوا إلى مستوى نفسي يعني يصير النوع من الشعور والتواصل والمشاعر الطيبة اللي يقول لهم شاعر مقدسة طبعا يعتمد الموضوع هذا على ثلاثة العوامل أولا طبيعة الحشود نفسه ثانيا طبيعة الحركة للحشود فوق هذا كله في عامل نفسي يجمع يعني يجمع المشغلين مع الحجاج العامل النفسي طبعا أنه كان نجزم يكون ثلاثة أرباع أو خمس سبعين في المئة أو سبعين في المئة من الحجاج اللي بيصلوا بيجوف لأول مرة ويمكن هو تكون هي المرة الأخيرة اللي موجودة فالعامل النفسي يضغى كثير على أحيانا التفكير على المنطقية في اتخاذ القرار على موضع كثير وبالتالي تصعب إدارة الحجاج وبالتالي هذا يأدي يعني هذا اللي يخلي الخبرة ويخلي المبكة يعني المجات المشاركة قادة فعلا متميزين فعلا في إدارة الحجاج بجميع هذه الأسبوع خلال التجارب الكبيرة جدا التي مرت بها المملكة العربية السعودية في تنظيم وإدارة الحج بكل اختدار وضعت كثير من الحلول في ذلك في كل عام يتم تدارس الملاحظات التي قد تنشأ أو تكون موجودة ويتم وضع برامج وخطط تطويرية فيها الحج أشوفوا زي السلسلة السلسلة ويقال دائما أنه السلسلة قوتها في ضعف حلقة فيها المشكلة في الحج في حلقات ونساوي نقويها ونضبطها بس حالا في منطقة ما انتبهنا على التك لتضعف المنظمة كلها لأن الطاقة الاستيعابية على ما أذكر للجمرات كانت حوالي مئة وخمسين هذه مدروسة يعني دقة وإحصائيات وأرقام وكله ما هو رقم جزائي والطواف كان خمسين ألف استيعابه في الساعة والجمرات مئة وخمسين ألف في الساعة فكان فيه والمسافة فكان فيه في سيولة وهنا يجي المنضوع الحج كمنظومة يعني إذا ما نتعامل مع الجمرات لازم تفكر فيه في الطواف وما نتعامل مع تلسير الحركة من مزالفة إلى مين تفكر في الجمرات وهي سلسلة متكاملة فبالتالي بدأت الحاجة تظهر بوضوح أنه نحتاج إلى تقبير منتقد الجمرات وإيجاد حلول كان جميع من يعمل في مواسم الحج أثناء يفكر دائما في هذا النصب وهو رمي الجمرات وكان هو الهاجس الكبير جدا والذي يعني يدعو جميع المسؤولين للتفكير أن يؤدي جميع الحجاج بكل يسر وسهولة أكبر 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 مشكلة كانت في الجسر القديم ده أنه كان المدخل عرضه 20 متر وقدامه ساحة عملاقة يتجمعوا الناس فيها ينتظروا الزوال تمام؟ ولمن يؤدينا الطهر يبدأوا يدخلوا من كترة الزحام والناس لاصقين في بعض يتتموج الحركة فيبدأ السقوط فدائما يوم كان مؤثر جدا رؤية المحرمين بالنباس والإحرام ورؤيتهم مكدسين ومضغوطين في النفق كان مؤثر جدا خصوصاً في العمر لما كنت صغير يعني ما أنتم تجديني نقاط ألم بس أحاول أني أمسك نفسي يعني مرت بي لحظات تكون جوة الدوامة يعني هي تشكل سبحان الله حركة الناس في وضع معين كينوا حركة الماء وتشكل دوامات والدوامات هذه لما تسير تلفت هي تسير فيها في بؤرتها المشاكل الكبرى هذه متابعة ترى في لها تصوير زمني وكذا فيه تحاليل رهيبة واستخدمنا برضو الكمبيوتر لتحليلها فكلها كانت صراحة ألم وتشوف اللي بيحصل رغم الجهود اللي بيسير يعني رغم البذل والصرف اللي ماله حدود برضو بيسير فبالتالي من هنا يعني أقول تم التدارك هذا بأنه يكون هناك توسعة لاستيعاب مزيد من العدد رعب كان هذا يوم 12 دن من الصباح ننزل من المعسكر فوق في الجبل حقنا ننزل ونحط جهزتنا وكاميراتنا طبعا نرتب معا نحن لجنة معانا قوات الطوارب يبزلوا مجهود فظيع يعني يدعبوا مرة والدفاع المدني وأجهزة كتير تشتغل ترى في جسر الجمارات القديم لأك كان فكان يوم 12 يعتبر يعني هو يوم الزرو وإذا عدل لو صارت الساعة 2 الحمد نرجع آخر السنة كان صعب جدا عدد الوفيات مرة كان كان زحمة شديدة وعند مدخل يجسر تموج بس ما في مفر إحنا كنا وقتها شغالين بالتوازي في تصميم المنشأة الجديدة كانت عبارة عن في البداية يعني طبعا لما جاء الإسلام وفتح مكة قسرت الأصمام اللي في الحرم وهذه قسروها كلها وزيلت كل الأصمام فوضعوا أعلام أماريات أشياء تحدد للناس أنه هذا مكان الجمراء الأولى العقبة والوسطى والسقرة وزي كده بعدين طورت شوية طبعا اللي حط الأصنام واحد يسمه عمرو الخزاعي هذا قبل الإسلام بعدين لما جاء الإسلام أول ناس اشتغلوا في ميناء العباسيين بلطوا الشارع وكسروا المنطقة يعني شوية شوية شغل على قدهم سووا بس برضو ما في شاخص جبل الناس ترمي في الجبل على مكان في أمارية يحطوا علامات يأمروا هنا المكان اللي تترمي بعدين في العصرة الأيوبي ظهرت الشواخص أنه الناس صارت ما هي شايفة مظبوط وما هي عارفة فبنوا الشواخص الثلاثة هذه بس واستمر الوضع كده لمفترة طويلة ما في أي شيء صار بعدين كتروا الناس وكتروا الحجاج وكتروا اللي إرموا فصارت الحصة تخرج في الشارع والناس اللي إرموا يتعوروا الجامرات كان مصدر آخر لأنه عملية التركيز كان والحمد لله هذه من أول الحلول صارت من غير أي بناء تشريع لأنه كان التركيز أنه لازم الرجم الساعة 12 وما تنفر ولا تتحرك إلى الساعة 12 يوم يوم الثانية الثالث فده كان يسبب ضغط شديد الفجاج ينتظر وفجأة يندفع نحو الجامرات فده سبب يعني إحدى الأسباب شوف الحجر حاجة مهمة ما في مشكلة تأتي بسبب واحد لازم عدة أسباب تتكامل وصير سواء وما في حل بالتالي يأتي من زاوية واحدة أو من المدخل واحد لازم كل الجوانب نظر لها فبالتالي موضوع الجامرات أعتقد كانت في البداية في السبعينات كما نذكر بالضبط صار تدافع في التاريخ قبل كده ترى ما هو أول مرة تاريخ حتى قبل قبل مئة سنة وغيره وورد لكن العدد والتزايد وعلى الناحية اللي هو كان الناس مصرين إلا في وقت معين وهذه الحمد لله أتباح محد بعدها بحيث أنه لا يجوز الرجم بدري ويجوز الرم التأخر ويجوز هذا حاجات كثيرة وهذا تتكلم عنه عامل الزمن ساعد وهذه أحد الحلول الرئيسية التي تكون في الحج اللي هو عمل استخدام الزمن غير المكان وعشان الكثافة فبالتالي الجمرات أعتقد في السبعينات وابتلت تتكرر في الثمانينات وكذا وإحنا في معحد خالم الحرب من الشرفين أياما كان مركز الحاس الحج كنا شغالين بالدراسات والتصوير الجوي والتصوير الزمني لأنه جسر الجمرات اللي هو إضافة دور ثاني في الجمرات كان عام 1395 شايف طبعا هذا أخذ وقت طويل ألي أضيف دور فنيا هندسيا شرعيا هل يجوز الناس يرمو من فوق في ناس لذلك ما يرمو إلا من تحت في بعض المذاهب كمان نحن نراعي للأشياء دائما في ناس ما يرمو إلا من تحت ما يرمو فوق زي السعي نفس الشي كده فاتحسنت في البداية المنطقة لكن برضو بدأ يزيد الأعداد بدأت تزيد الأعداد واستمر سنين من 95 لين أربعمية وكم ستة وعشرين إحنا لما هدمنا وبدأنا بالقسر الجديد ستة بعة وعشرين موسيقى فأقول لك شي يعني إحنا ما كنا عندنا شيء اسمه دوام وكده 24 ساعة نشتغل حتى بعضنا عنده يعني طول الوقت عندنا يناموا في المكتب وإصحى وناكوا اللي يجبوا لنا ناكوا ونجلس يعني كنا ساكنين في معهد بحاسة الحج هذا عشق وشقف وعشق فكنا فعلا بإمكانيات محدودة جدا لكن دعم الجامعة وكان يعني يعني يدعمونا بكل التقانيات الممكنة في عبدالعزيز وبعدين الوضع الحمد لله استمر وكان كل من يأتي إلى الجامعة في الليلة أو من برة يسأل يقوله يروح مركز بحاس الحج فالحمد لله من البداية وأعتقد بعد كده الوضع ده استمر الروح اللي هي من فضل الله ومن تشييع المسؤولين ومن الدعم وكل ده خلال الروح موجودة والله العمل في منطقة الجامعة ثلاثين سنة يمكن نحن نشتغل في الجامعة ننسوي دراسات ننسوي أبحاث ننسوي نشوف نقولتك هذه المعايير التصميمية سويناها وسوينا أشياء كتير ألين جعت الفرصة تشكلت لجنة من مزارة الإسكان كانت أول بعدين سارت شؤون بلدية وقروية ومعهد بحاس الحج فريق من الجهتين بصفتهم هم مسؤولين عن مشاريع ميناء وتطوير وإحنا بصفتنا نحن الجهة استشارية ومصميمين يعني متخصصين وفي مكتب هندس يقوم بعمل العمالة المخططات وليش فبدأنا نشتغل يعني طبعا إحنا اللي بيشتغله كلنا مشبعين بالأمور دي يعني عاصر الجسر والعاصر المنطقة سنين خلاص كل الأمور في رأسنا وحطيت لأول مرة في التاريخ أظن إن شاء الله موجود عدية خاصة بي فهمت عملت كاميرات تمانية كاميرات تصوير زمني حطيت مثلا في المنارة واحدة حطيت عن جبل الرحمة واحدة حطيت في الطريق إلى مزدرفة واحدة حطيت اثنين عند الجبرات من فوق من الجبال نسار عندي تشوف الوضع بدل ما يكون بتشوفه كده ما ستنتبه لكن لما تشوفه عن طريق تغيير في السرعة الزمنية ستبتلي تنتبه إنه إيش الوضع ستشوفه زي التايارات وهذه كانت أبداع لما عرضتها على ساتذة يعني زهله هي عندنا أربع عناصر في الدراسة إحنا أبحثنا فيها العنصر الأول خصائص الحجاج شايف إيش هما من فين جايين هذا مهم جدا يعني إحنا لنا تجربة في النقل الترددي كيف بدأنا بالحجاج دول قبيل دول من خلال هذه الدراسة كيف تصرف يعني التصرفات بهيف يرس حقهم وكده يعرفنا كل وفين يسكنوا عشان نعرف نتعامل فإنت أول شي تعرف أعمار الناس وحالات هما هذا شي بديه في الإحصاء وكده إنك تعرف يعني إذا عرفت لمين بتصمم تعرف تصمم لا لا يعني أجوني ناس أسوي لهم تصاميم يقولوا إيش هذا ما 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 نبغى زي كده فلابد أنت تعرف لمين تصمم عشان تصمم وإحنا عرفنا خصائص دول الناس كل الحجاج طبعا في معهد بحاس الحج ما شاء الله كل سنة في دراسة اسمها خصائص الدموغرافية للحجاج والمعتمرين طبعا جسر الجمارات شاركت جميع القطاعات التي تخطط وتنظم وتنفذ أعمال الحج مختلفة الوزارات التي تعنى بأعمال الحج لجنة الحج العليا لجنة الحج المركزية وزارة الداخلية إمارة المنطقة وزارة الشؤون البلدية والقروية المشاريع التطويرية والهيئات التطويرية كذلك كلها ساهمت الجامعات الباحثين الخبراء كلا ساهم الممارسين كذلك مثل العاملين في مؤسسات الطوافة العاملين في القطاعات الأمنية في القطاعات الخدمية كلا أسهم بآراء ومقترحات حتى وصلنا إلى منشأة إملاقة في الحقيقة عالجت بنسبة عالية جدا كثير من السلبيات والتراكمات التي كانت موجودة قبل وجود هذه المنشأة هذه المنشأة قابلة للتوسع حتى أن يكون طاقتها حتى لوصل عداد الحجاج إلى أكثر من أربع مليون حاج في الموسط فترة طويلة نحن قلت لك أنا من عام 22 أنا بدأت أشتغل في جسر الجمارات الجديد هذا والإزالة كانت سبعة والبداية سبعة وعشرين معناة خمسة سنين قبل ما إنزال هذا نحن نسوي وبنجهز وسوينا اجتماعات كل يوم فرق عمل وفي كل مكان وكنا نروح أحيانا نجونا الخبراء وأحيانا نروح رحنا ألمانيا نروح نحن دول كثير يعني نعرض نقول ناقل شو كده الحمد لله أنا أقول لك حاجة مهمة جدا هذه مهمة جدا 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 هذا منتج سعودي 100% صح 100% اللي سواسعوديين 100% وفريق العمل كلهم سعوديين من الجهات من المعهد من الجهات الأمنية خبرات يعني دحينة أوكي أنا مصمم لكن أنا أحتاج خبراتك أنت كدفاع مدني كأمن فكنا نجتمع سوا كل واحد يقول الأفكار اللي عنده والمشاكل وكيف نتفادها عشان نوصل لهذه الأشياء التكامل أثناء التخطيط يأتي التكامل في التخطيط لكثير من المشاريع التي شهدتها المشاعر المقدسة نتحدث نتحدث تحديدا مثلا عن أحد هذه المشاريع الأملاقة والكبيرة جدا والتي بذلت عليها مليارات الريالات هو تطوير منظومة منشأة جسر الجمارات كيف هذه المنشأة كانت تحفها كثير من المخاطر كثير من حالات الدهس كثير من حالات الوفاق كثير من الافتراش اللي كان حول جسر الجمارات يعني تصميمنا تشتر الجمارات هذا قصة كده فيلم يعني عشناها حياة طويلة أيام ونروح ونجي ونصلح ونعدل وبالخير جيبنا خبراء كمان مجمعا حال عالم تست اختبار سوينا معنا خبراء كانوا برضو في السميليشن في الدخول في الخروج كل هذا سر له محاكا حاسوبية المعايير بعد كده سوينا مرتكزات تصميمية اللي هي خفضة الكثافة وزيادة عدد المداخل والمخارج رفع الطاقة الاستيعابية منع تضاد الحركة منع أشياء المركبات والمشاء توفير وسائل يعني اتصال مباشر سريع زمان الإصعاف كان يقعد في الجمارات عشان يودي واحدا مستشفى ساحتين الآن الحمد لله من الأنفاق على صنصير يطلع للسطح بالإصعاف وينزل من أي دور يطلع يجيب النصاب وينزل تحت أو يطلع فوق للهيلوكوبتر وخمسة دقائق هو في المستشفى الملك فاسل كيف الفكر السعودي كيف التخطيط الجميل والرائع لأبناء المملكة العربية السعودية بمختلف تخصصاتهم نقلتنا من إلى هذه المنشأة الكبيرة التي يمتد طولها تسعمائة وخمسين متر بعرض 80 إلى 90 متر بارتفاع خمسة طوابق وكل طابق ارتفاعه ما يقارب لـ 12 متر الجسر فاض جوا التصميم الداخلي للجسر رهيب جدا ما تشوف غير الأحواض والشواخص بس الرؤية مفتوحة قدامك من الأول إلى الأخير بعرض 90 متر تمام ما في لأعمدة ما في ولا شيء يعني التصميم الداخلي جميل بفضل التصميم الإنشائي اللي يعطانا سبان اللي هي يعني مسافة 90 متر كلير فاضي ما في لا مباني ولا عمدان ولا طبعا هذا الشق المهين طبعا مكلف إنشائيا هذه تمام يعني كل ما زادت طول كل ما زادت السقوط الكاميرات والمسور يعني القواعد أنا يعني أقول لك العمالة الإنشائية ما كانت سهلة بس كانوا محترفين الناس والإشراف كان شديد عليه وقوي فتنفز مشروع كويس يعني وانت لا تنسى المشروع هذا مصمم منه لعشر أدوار يعني إذا سارت توسعة في سفوح الجبال وعلى الجبال أمبانا فوق ممكن تترفع كمان أربع خمس أدوار وتتربط طبعا تصميم الجسر أخذ الشكل الخارجي البيئة المحيطة البيئة المحيطة جبال ونائحة كده الجسر جاء زي همايل كده نتلاحظ أنه كل ما طالعنا ندخل شوية كده نعطي نفس البيئة بالدور الأخير حطينا خيام عشساس تكون زي يعني نفس الستايل حق الإسكان اللي في ميناء لا يصير كده شكله طبعا كتير ناس يقولوا هذا عملاق حطيط لنا عملاق في وسط ميناء أنا أقول لا هي ميناء ما حتيبقى كده على طول هذا العملاق حيختفي إن شاء الله مع المشاريع التطويرية اللي حتسير في ميناء المخططات الجديدة ما حيبت يبقى ميناء على الخيام وبدور واحد هذه حتي أنا شفت كتير يعني التصورات وكده وإن شاء الله الهاية الملكية وعلى وهذه الجهات اللي لها علاقة حتيستكمل يعني مشاريع المخططات الشاملة المشعر منها ممكن ما يبانى الجسر هذا في المشاريع العملاقة اللي حتسير مباني حتسير ساحات المنظومة البيئية التي وجدت بعد عمليات التراكم النفايات والظواهر السلبية اللي كانت محيطة بهذا الجسر كيف استطاع أبناء المملكة العربية السعودية وكوادرها بتوجيهات من القيادة السديدة من الدروس المستفادة من نقل وتوطين المعرفة في مختلف التخصصات أصبحت لدينا منظومة تحمل في جودتها الشيء الكثير وفي تنظيم أعمالها فكانت هناك الحلول الانشائية الهندسية مع الحلول الإدارية التنظيمية متى ما اكتملت هذه المنظومات مع بعضها البعض سوف نجد عمل ومنتج كبير جداً وكان هذا المنتج هو الخدمات التمييزة على جسر الجمارات الجسر صراحة فندو خمسة نجوم يعني الناس تمشي مرتاحة وبارد وسيق براح انت تشوف يعني في التلفزيون أشكال شاي الناس تشوف ما تشوف زحمة ولا زي أول فالحمد الله يعني المشروع هذا يعني من المشاريع الناجحة تمام مساعد كثير يعني وهذا يساعد كمان إن شاء الله في تحقيق الرؤية 20-30 إننا عداد الحجاج يطلعون 6 مليون 10 مليون عندك إن كان زي ما قلت لك كان عمق الزجاج في جسر الجمارات التقنيات ريحت كثير أولا كنا نعد الناس بعيوننا الآن الحمد لله الأجهزة والكاميرات الحرارية والكاميرات الرقمية والأشياء دي كلها وفرت لنا وقت ووفرت جهد كنا نعود ونرجع ونقعد في المكتب نحسوب ونحلي الكثافات نصور صورة من فوق ونجيبها ونحط عليها بلاستيك ونقعد يعني تعب ولا أنا الكاميرا تيديك الصورة ولا اللقطة تيديك في لحظة تكديش الكثافة فدورنا كان دور يمكن وطني أكبر من دور يعني أكبر من أي تحدي آخر كان تحدي وطني كيف تنقل المعرفة إلى الكفاءة الوطنية وأيضا كيف تطور الأنظمة هذه وتخليها أنظمة إلكترونية كان موضوع جداول أشبه ما يكون بالأنظمة اليدوية الحمد لله من خلال التعاون مع وزارة الحج وجامعة المطورة تم تحويل الموضوع هذا كله إلى نظام إلكتروني متكامل عبر النصة إلكترونية أشرفت عليها مع فريقي في كل أمل الحمد لله الآن هي تعتبر أحد أبرز المخرجات في التحول الرقمي لوزارة الحجم الأمر التي هي منصة التفويج وإنشاء الجداول الآن جداول التفويج من مقيمات ميناء إلى منشف الزوارات تنشأ إلكترونيا المسارات الحركة تنشأ إلكترونيا أيضا يتم توزيع الجداول هذه إلى الحجاج وإلى مكاتف الخدمة إلكترونيا يتم أيضا طلبات طلبات التعديل في الجداول لما كانت مناسبة للحجاج تتم أيضا إلكترونيا التغيير يتم أيضا إلكترونيا مقيمات إلى منشاة الجمرات تقريبا لمدة ثلاث ساعات وبالتالي جميع الحجاج توقفوا عن التفويج وبالتالي الجداول الزوارية جميعها تغيرت وستطعنا الحمد لله في خلال ساعة واحدة من عادة جدول لجميع الحجاج التي يتأثروا في الفترة هذه في خلال ساعة واحدة فقط أنا أعتقد كل ما ما تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة الرشيدة بقيادة سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وسموه سيدي ولي الأهد الأمير محمد بن سلمان وجميع القيادات في هذا البلد هي التعطي وتبذل وتنفق ميزانيات كبيرة جدا هي من انطلق الواجب الإيماني والديني الذي يحتم علينا جميعا وجميع ابناء المملكة العربية السعودية التقديم أعلى الخدمات وأفضلها لحجاج بيت الله الحرام لأنه هذا النداء نداء رباني بدعوة ضيوفه أن يقدمون الحمد لله دولتنا الحمد لله عند مقتدرة ونحن كل همنا أننا نخدم ضيوف الرحمة قد ما يكلم ماليف هو مشكلة صح ثلاثة أيام أربع أربع أيام في السنة الجسر يستعمل لكن حفظنا فيه أرواح حفظ روح الإنسان عند الله أهم من هدم القعبة تشايف فإحنا يعني الحكومة ما شاء الله أنت لو جاك ضيف تعشي عندك عش تسوي عشرة ألاف تسوي عشا هو بعد الساعتين ويمشي وما بالك هذا ضيوف الرحمن وناس يحافظ عليهم وعن صحتهم واجب هذا الواجب شوف أشياء الواجب الإنسان ما يدقيك فيها عندما نجيك ضيف تقعد تحسب بكمة واشتريه بكمة ولا تحسب ولا شيء خلاص واجب فما بالك يخدم والدولة بتصرف بردو من ناحية المكافآت والتبيدات والتعرضات والإزال كثير وهي ما عملية مادة هنا عمليات كبيرة جدا صغيرة أو كبيرة بتتداخل مع بعض عشان تساعد بموضوع منظم مرتب كمنظومة عشان تخدم الموضوع ككل الشمولية حقته بكل تفاصيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة